تكلمنا بقى عن الفنيات وأداء اللعيب مبارح الحقيقة أكثر من لعب مبارح قدم مباراة مميزة لكن خليني أخص بالذكر كريم فؤاد اللي كان عليه دور كبير جدا في تعويض لعب قائد زي علي معلول حقيقة كريم فؤاد ما أصرش هجوميا ودفاعيا قدر أنه هو حتى يكون له ثلاث عرضيات صحيحة بتتكلم في تمريرة مفتاحية بتتكلم حتى في قطع الكرة خمس مرات فالحقيقة أرقامه في الملعب كانت مميزة جدا كان عليه ضغط كبير جدا أنه هو بيعوض لعب قائد داخل الملعب وخارجه زي علي معلول فأعتقد كريم فؤاد قدم مباراة رائعة محمد عبد المنعم كالعادة يعني خليني طبعا رامي ربيعة هو المساهم في الهدف لكن محمد عبد المنعم كان فيه تراجع من الأهلي بشكل كبير دفاعيا فكان فيه هجمات كتير على الأهلي محمد عبد المنعم كان يعني حائط الصد لهذه الهجمات تتكلم وسامة أبو علي المهاجم أو رأس الحرب الصريح كان دايما دفاع الأهلي بيكون من عنده من خلال الضغط الكبير اللي بينفزه على مدفعين التراجي وكالعادة وفي كل وقت طبعا إمام عصور القوة الهجومية الكبيرة للأهلي الصفقة المميزة للأهلي بتتكلم فيه تمريرات مفتاحية بتتكلم فيه تزديد من الخارج بتتكلم فيه صناعة فرص محققة فأعتقد أن إمام عصور برضو كان واحد من أهم اللاعبين اللي قدوا دورهم بشكل مثالي مبارح أمام التراجي أكيد برغم أن الهدف يعني منقدر نقول أنه رامي ربيعة ساعد فيه أكتر بعيدا بقى عن الأجواء بس حتى إمبارح المشاجعين التونسيين كانوا بيتكلموا وشفنا الفيديو بتاع المشاجع التونسي وهو بيتكلم وشفنا رد فعل رامي ربيعة بعد المباراة وبيقول قد ايه أنا سعيد وما كنت شفت الفيديو وقد ايه دا العكس على أسرته الحاجات اللطيفة اللي بتحصل ما بين المباراة وأجواء المباراة دي بتنعكس على نفسية اللاعبين ومتخال إنها بتفرق معهم وبتفرق مع الفريق كمان بصفة عامة خلينا أقولك رامي ربيعة بالذات واحد من اللاعبين اللي تعرضوا لانتقاد شديد قبل بداية الموسم كان بيتعرض لحملة كبيرة جدا من الانتقادات في وقت كان هو فيه بديل في الأهلي لكن الحقيقة إنه هو قدر يرجع وبإصراره وبثباته وبتركيزه الشديد وتطويره المستوى الفني طبعا بمساعدة مارس الكولر قدر إنه هو يرجع ويرد على الانتقادات دي وهي دي عقلية اللاعب المميز أو اللاعب اللي بيفكر بشكل محترف إنه هو يرد دايما في الملعب خلينا أقولك إن الفيديو اللي أنت بتتكلمي عنه عن مشجع الترجي الحقيقة كان فيديو له صدى كبير بعد المباراة يعني محدش كان متوقع إن المدافع هو اللي يسجل الهدف ولكن كالعادة رامي ربيعة دايما دايما قائد داخل الملعب دايما دوره بيبقى مميز جدا في الأوقات الحاسمة